أهلاً وسهلاً بكم أعزائي المشاهدين نعود ونستكمل حوارنا مع فضيلة الشيخ العلامة محمد الحسن ولد الددو شيخنا الأخ عبد الله من تركيا سأل عن موضوع الطلاق قبل الفاصل وكان هناك موضوع أخذ الأولاد ومنع الأولاد من رؤية أبيهم لا يحل المرأة أن تمنع الرجل أن يقوم على أولاده فهم أولاده هو وهو الذي يجب عليه نفقتهم وسكنهم وتربيتهم وتعليمهم ولا يحل لها أن تحول بينه وبينهم حال من الأحوال هي أولاً إذا افترقاً نهائياً ما لم تتزوج هي فهي لها حق الحضانة وإذا تزوجت سقط حق حضانتها لأولاد يصبح أولاً لأمها هي إن كانت صالحة للحضانة لأن شروط الحضانة الشرط في الحاضر أن يمكن أن يصلح الأبدان والأديان ويحفظ الأموال والأديانة ويصلح الدين ويحسن الأدب سليم المرذين ومعدين كجرب فهذه شروط الحاضن لا بد منها فإذا كانت أمها تصلح للحضانة هي التي تتولى الحضانة بعدها ولكن القيام عليهم ورعايتهم والنفق عليهم وسكنهم وكل واجباتهم على أبيهم الأب نعم ولا يحل الحلولة بينه وبينهم فللوصول إليهم في أي وقت وبالأخص وقات التعليم ووقات العلاج ورحب ذلك فهذا إثم عظيم وقطيع للرحب إذا الزوجة أحبت أن تربي أولادها وزوجها الجديد لا يمانع من هذا أليست أولا؟ ليس من حقها بعد أن تزوجت انتهى حقها في الحضانة أليست هي أحرص عليهم من جدتهم؟ نعم لكنها عندما تزوجت زوجها جديدا وربما ترزق أولادها جديدا سيؤثر ذلك على نفسية الأولاد ويشعرون بأنهم كليتامة وأنهم في بيت رجل آخر وأجنبي يسقط حقها إذن لا يجوز لهذه المرأة أن تمنع زوجها؟ لا يجوز لها ذلك وإذا تقوت بالمحاكم الوضعية كما ذكر الأخ فيخشى عليها في ذلك في دينها لأن الله قال لم ترى إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا